اشتركوا في القناة في موضع يسمعون منه القرآن والإسلام ويناقشونه ويؤمنون به إن اقتنعوا فتم الاتفاق على ذلك وقرر هؤلاء الأشرار فيما بينهم أن يأتي كل رجل منهم بخنجر تحت ثيابه فيغتالون النبي صلى الله عليه وسلم بغتة وعلى قرة فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرر إجاءهم وقيل لما رجع عمر بن أمي الضميري رضي الله عنه وأخبر بقتل الرجلين بن أكلاب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بن النظير في نفر من الصحابة ليعينوه في ذيتهما حسب المثاق فقالوا نفعل يا أبا القاسم جلس أجلسها هنا حتى نقضي حياتك فجلسا على جنب جدار ينتظر وخال بعض وبعد وركبهم الشيطان فقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى ويسعد فيلقيها على رأسه فانبعث أشقاهم عمر بن الجحاش ونزر جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أرادوا فقام مصر عنه وتوجه إلى المدينة ثم انحقوا أصحابه فأخبرهم بالمعامرة وقرر إجلاءهم ثم بعث إليهم محمد بن مسلم يقول لهم أخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها وقد أجلتكم عشرا فمن وجد بعضه يضرب عنقه فتجهزوا أياما للرحيل ثم أرسل إليهم رئيس المنافقين عبد الله بن أبي أن يثبتوا ولا تخرجوا فإن معي ألفين يدخلون معكم حسونكم ويموتون دونكم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم وينصركم قريذا وقطفان فشعروا بالقوة وامتنعوا وقالوا للرسول الله صلى الله عليه وسلم إننا لا نخرج فأسنع ما بدأ لك فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أصحابه واستعمل على المدينة ابن ممكتوم وأعطى اللواء عليا وسار إليهم حتى فرض عليهم الحسارة فالتجأوا إلى حصونهم وأخذوا يرمون المسلمين بالنبل والحجارة وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها وتحريقها فانهارت عزائمهم وألقى الله الرعب في قلوبهم فاستسلموا بعد ستة ليال وقيل بعد خمسة عشر ليلة على أنهم يخرجون من المدينة واعتزلتهم قريدة وخانهم رأس المنافقين وحلفاء كمثل الشيطان إذا قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك سورة الحجر وسمح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحملوا معهم ما يشاءون وسمح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحملوا معهم ما يشاءون من الأمتعة والأموال إلا السلاح فحملوا واستطاعوا حتى قلعوا من بيوتهم والأبواب والشبابيك والأوتادة وجزوع السقف وحملوها فيما حملوه وهذا الذي قال الله عنه يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أول الأبصار ونذل أكثرهم وأكابرهم بخيبر ونذل الطائفة منهم بالشام وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضهم وديارهم بين المهاجرين الأولين خاصة وأعطى أبا دجانا وسهل بن حنيف من الأنصار لفقرهما وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ويجعل ما بقي في السلاح والخيور عدة في سبيل الله وقد وجد عندهم من السلاح خمسين درعا وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفا إلا قدوات قدوات نائب من النذير إلا النبي صلى الله عليه وسلم لهم يهود من النذير منهم يعني يعني قل اسمعهم من القرآن طلبة يوم وقل ناقشهم وديب إيمان وقل ناقنعهم واتفاقوا ديب أكان ونسل النبي صلى الله عليه وسلم دقر يعني مسل قل دقسو وديب ألا كان هيني إلا إشعر لأن يوم قرروا أن ندد قسونه لأنهم تحبعوا بخنجر م؛ إلا كون ZapINS ومجدوا قلقوا درعا وبكا قلقوا طوله ديب لله ودو وشكل خبرين يذب أن النبي صلى الله عليه وسلم بادحاء وان يذهب الى مدينة وكما تتبهل عمرو بن أمية كمسا لعبالة الوقتنات على مقاعدة من بين إرمهينة كمسا لعبالة الوقتنات على مقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة سأكسكم جيسة لديتنا يقلوهم كلهاتنا فارغ اللهب كخلاص قبطوه ونصر قصير عدل بيلاو كحادروه كمسل النبي سل عسام منو كمسل قيسه وهياني نوس نوسهم قمامو كان دشاورو بيلاو يااخي قروت منينا اللي جيس كاللا ما نتعبه إبقالا ما تحانبه من اللعردت هنقلو لكريو كان عطلو بيلاو وجبريل مطاكا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخبره السليو ومنتو اللي اللي الكفلة لحد دالعلا وروا عمرو بنجحاش لبولو اللي اه اشقاهم على والنبي صلى الله عليه وسلم حد يوم كاسقل مدينة المنورة تقرروا ومن لها معرو اسألوا يوم بما عمرته ملا ودوا من لوحر اه سحابي جليل محمد بن مسلم اللهم الاكاديو صلى الله عليه وسلم وبالي يوم بقول لهم ان مدينة فقروا انسان مسركم مسلية ساكان قلبكم من دي بمدينة عسر جم هم كوكم دي بقلان خلان عسر يوم لالحدي اكمنس او كاد خارج او انا فقروا من بيالي اكم برلون بياليو نبي صلى عسنا بل حكمة دي بوم وحاقوا اللي عسر يوم اللي تركب دي بلا كان تقادو قل تقادو قل داباتو بياليوم وزي كم يوم قبي جي نفسو مجي هزو وراتبو وكل الشي اللي رحلو قل يجيش اندل حدو رئيس منافقين عبدالله بن ابي الاكاديب امكا بياليوم اصبطوا سبطوا يتفقروا انا كروت الف نفر بيه اندما اتاكم مسلوم مسلية تحسونكم من اتي ودي بصفكم القاتل وباطل مسلكم ومنعكم اه بياليوم وكم سليوم كمان قبائلنا يا قطافان هليت وبني قريز هلو قولهم كلهم سدوكم انتم بني من ندير بينكم يتميتون دا بياليوم بلا خلاص بقوات شعرو وخلاص حيني ينقيس بياليوم كقل لا حد يكاود بياليوم مسل اللي والله سبحانه وتعالى دي بلا عيات كرة لان اخرجتم لان اخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم بياليوم وتوم هياني ابو وقل رسول الله سلام لحد يكاودين فقر بياليوم كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر والنبي صلى الله عليه وسلم دي بمدينة عبدالله ابن المكتوم ابن المكتوم الى حدقاء وللواءنا نايا مسلمين اقل علي ابن الطالب هبايو وطوال اسكم فقرة ومطأيوم وحاسر يوم صلى الله عليه وسلم التمسكوهم والتابعتهم والتمدينتهم وتوم هياني لنبال لباكم العلا والاقواس والبرماح ومن اللي من نحسونهم لك فقبأو ولا بساتينهم ولا جرادينهم ولا حدايقهم ولا نخير ولا اجعيلة على قلومة السعودة يوم النبي صلى الله عليه وسلم هياني قاروج عبداليوم واندودس الربعة تكو سرق عراجعو ودلوكت اللي هياني الرعوب وفرهات واللات يدبون وحق اسس يوم من نحسار استسلموا لتبهل وكمان وعسر حمص يوم من نتبهل ومن اللي حرب طوالي استسلموا والله سبحانه وتعالى يعني ولا منافقينكم سألوا تخزلوا ولهم بني قريزة ولهم كلهم خزلوا ومن فريمت أيوم والله سبحانه وتعالى ديبلغ قرآن كرى كمثل الشيطان فلما كفر قال إني بريء منك النبي صلى الله عليه وسلم كمان سامحا قلوهم لا لحظيكم رفع بيه اليوم أي شيء بل سلاح أي شيء رفع بيه اليوم وعفشهم نسأو حياتهم وأغرادهم اسق لأبواب نسأو والشبابيكم نسأو ولا سقف نسأو لا لحظيكم كل لا لحظوا حياتهم كل نسأو اسق لأبواب ولا شبابيكم ولا سقف نقل نقل جزوع اللي كل اللي شقيق ولي حياتهم كل اللي نسأو ورفعوا ديبا ما تعال على قلوم حملوا إلى ما حملوا والله سبحانه وتعالى ديبلغ قرآن كرى برضو آيات يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وأغلبهم ولعبين لنا يوم ومدحهم لخيبر ديبا تكروا ديب خيبر قصوا وصرهم سكة الشام رحلوا قيسوا طوالكين منطقة الشام قيسوا والنبي صلى الله عليه وسلم لمدروم قسميا فينجينا مهاجرين الأولين وأغلب أبو دجانا وأغلب سهل بان حنيف حبا يوم لأنهم فقراء علوا والنبي صلى الله عليه وسلم نفاقتنا يسندنا نفاقوا مننا على وديب سلاح وديب خيل وفي سبيل الله لاتقبي وتجهيز اللي تجهيز مننا على والعدد لطوم استلموا مننا سلاح خمسين دريع خمسين بيضات إلا اللي ودوه وثلاثمائة وأربعين سيف لا استلموا بالله لحنا قتل لانسار انتهتها الليت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى